تدور حكم نهائي في قضية محمد الموسى الشاب السوري بعد التخلص منه على يد زوج نانسي عجرم فادي الهاشم اهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين حسم القاضي اللبناني الامر في قضية التخلص من الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري على يد فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وبعد شهور من الصمت ازارة المحكمة قرارها الاخير بخصوص ازمة الدكتور فادي الهاشم وده بعد مرور اكتر من 3 سنين على الوقع وقررت المحكمة منع المحكمة عن الهاشم بما اسنده اليه وحفظ الرسوم ونفقات كافة وطبعا استندت المحكمة في حكمها على ان الحالة النفسية والعصبية اللي وقع تحت تأثيرها فادي الهاشم وخوفه على اسرته دفعته لقتل الشاب السوري محمد الموسى لما اقتحن منزله وجاء قرار المحكمة كالتالي من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الاولى والتانية من القانون للدفاع المشروع الخاص ومنصوص عليها في المادة 563 وده جه مبرر لضرورة الحالة واللي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده وضافة المحكمة كمان فضوء توفر سبق التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل اخرجته من نطاق نص التجريم وبناء على الكلام ده قررت الهيئة والمحكمة بالإجماع منع المحاكمة على المداء عليه فادي مخيل الهاشم تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات وطبعا أزمة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم اللي أسارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضوا الاتنين للهجوم الحد من الجمهور والقضية دي اللي بدأت يوم 5 يناير 2020 لما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مسلح وفي الوقت ده حاول زوجها فادي الهاشم الدفاع عن منزله وبدأ هنا تبادل إطلاق النار ما بين فادي الهاشم والصارق اللي هو محمد الموسى ودي كانت نهاية القضية وان فادي الهاشم مش هيدخل المحاكمة ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا باشتراك في القناة كان معكم محمد سيف السلام عليكم